مجد بلغيث كان ضيف برنامج فكرة سامي الفهري مع الهادي زعيم الهادي زعيم مسئله على سبب مخدرته للبرنامج متاع نوفل الورتيني مجد بلغيث دخل لبعضه مسؤال وحتى وصلت هبط الدمعات من عينيه كما باقي نشوفه في الصور معنا مجد بلغيث قال اللي هو السطمة تحييت وتعرض لها من قبل نوفل الورتيني كان نهارتها بالجمعة كما يتذكر هو ومشي هو باش يصوروا البرنامج اللي يتم بثه نهار السبت الحلقة نتاع العادة وما تفاجأ إلا أنه نوفل الورتيني قالوا يا مجد فيش تعمل رانية يعني ترتك من البرنامج مجد قال اللي هو ماشي في باله نوفل يفدرك خاطر المستنسين دي ما يفدلكوا النوع ذاك متاع الفدلك بحكم أنه عشرة سنين وما يتغشوش من بعضهم فما بالك إلا أنه نوفل كبش في الموضوع مجد بلغيث تعدى للإدارة دي ريكت وحب يثبت من الأحكاية فتفاجأ أنه بالغاسم تم فصله مجد بلغيث قال اللي الخدمة والقسم بيدربي لكن هو غذته أنه نوفل ما كان ينجم يهز التليفون ويقولوا يا مجد رو سياسة البرنامج تبدلت واستغنينا على خدماتك لكن هو خير أنه ينبزو ويتم رفته قدام لعبادة كل هكا نكون وصلنا نهاية الفيديو متاعنا شكرا لكم وعلى اللقاء